السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب طالبات أستانوا يا العامة في بلدنا الحبيب مصر وفي كل مكان من أرض الله يسر الله أموركم أشرح صدوركم الحلقة الماضية الحمد للرب العامين عملنا حلقة مراجعة على الجزء النحوي اللي فات احنا برضو لأن الحلقة بفضل الله كان لها ثمرة طيبة وكان الطلاب عجبتهم الشمولية اللي موجودة فيها فكل من خلص وحدة نحو هنعمل معها نفس التدريبات اللي عملناها مع الوحدة الأولى والتاني وإن شاء الله برضو هنعمل الكلام ده مع فروع أخرى في اللغة العربية كالنصوص والبلاغة وغيرها النهاردة بإذن الله رب العامين بنكمل القواعد اللغوية والتدريبات مع بعضينا اللغوية في الوحدة التالتة ووحدة الجملة الاسمية أنا لما جأسم الكلام اسمة كبيرة أوي أقول لحضرتك إن الكلام في الأساس اسم فعلة حرف خلاص ماشي لكن لما جأكون بقى كلام أكون كلام مترابط نقول لك يا إما تكون جملة اسمية ودي هتبدأ باسم وهنسمي الاسم مبتدأ خلي بالك بقى مبتدأ طيب ولازم المبتدأ يحتاج له خبر لبقى دا تكوين الجملة الاسمية من هنا بما إنها تبدأ تبدأ فبقى مبتدأ أي مبتدأ والجملة أول الجملة طيب هو المبتدأ دا ليه أنواع لا ليه أشكال وفي فرق يا أستاذ آه في فرق هوريك دلوقتي تعالوا مع بعض باسم الله ونبدأ على الصبورة معنا ونقول يا ترى الوحدة الثالثة والجملة الاسمية يا جملتنا الاسمية أنت بتتكوني من إيه قايت لك أنا بأتكون من المبتدأ أهو وبعد المبتدأ دا يجي لي خبر أنا عايز أعطي عن هذا المبتدأ خبر مثلا أقول لحضرتك الله سبحانه وتعالى رحيم الله رحيم يلا نعرف هنعرف لفظ الجلالة أو اسم الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة وهنسأل السؤال ماله علشان اللي يجاوب على السؤال ماله هو الخبر دائما وده يا أستاذ يا فاضل دا شعار الجملة الاسمية دايما إن أنا أول مسأل السؤال ماله هلاقي الخبر هو اللي يجاوب الله رحيم يبقى رحيم خبر مرفوع علامة رفعيه الضمة قلنا ماشي طيب في صورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه هو الله تسمع دي بقى بقراءة الطبلوة رائعة هو الله هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ الله اسم الجلالة خبر هو دي الصورة التانية بقى عشان كده قلت لك الخبر المبتدأ ليه أشكال ليه صور ممكن يجي اسم ممكن يجي ضمير منفصل لأ ممكن يجي كمان مصدر مؤول قال الله تعالى وانت صوم خير لكم طبعا انا عشان اعرف المصدر ما هو الناس اللي حضرت معنا بقى الحصص اللي فاتت هنقول الحصص بقى مش حلقات عشان احنا بنجيلك دلوقتي محاضرات ها انت صوم ها يا استاذ ده مصدر مؤول عشان اقدر اعرفه احوله الى صومكم او صيامكم طب الصوم ده يتعرف ايه الصوم يتعرف مبتدأ مرفوه علامة رفعية ضمة يبقى هنا انت صوم المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ دي اشكال مبتدأ اه لو كمان ممكن المبتدأ يجي مسنة يجي جمع مذكر المؤمنون موحدون الطالبان مجتهدان كل ده صور المبتدأ هيجي طبعا يقرب بالرفع دائما لان المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع يبقى المبتدأ والخبر مرفوعان حلوه طيب يا استاذ بالنسبة بقى لانواع الخبر الخبر له سلاسة انواع للخبر سلاسة انواع اما النوع الاول فهو الخبر المفرد يعني يا استاذ خبر مفرد يعني الخبر كلمة واحدة اه كلمة رحيم خبر مفرد الله لفظ الجلالة واسم الجلالة خبر مفرد خير خبر مفرد طيب خلي بالك بعمل حتة اللي جاية دي مهمة جدا لما اجا اقول له حضرتك محمد رجل العلم محمد ما له رجل يبقى رجل دي الخبر ما نوع الخبر مفرد يا استاذ ما في كلمة العلم لا يا استاذ العلم دي مضاف اليه مجرور وعلامة جريه الكسرة يبقى كلمة رجل هي الخبر يبقى الخبر هنا نوعه مفرد وكمان لو كان خبر جملة كان لازم بفي ضمير سوى موجود او مستاتر يبقى هنا دا يؤكد لي ان نوع الخبر اللي قدام حضرتك كلمة رجل خبر ايه خبر مفرد طيب ما نوع الخبر في الجملة اللي جاية تعالا نعرف ونشوف النوع التاني نوع الخبر في الجملة اللي جاية لما اقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا العبادات هنعرف الجملة كاملة عشان برضو بنضرب نفسنا على الاعراب الرسول عليه الصلاة والسلام مبتدى بمرفوه علامة رفعه الضمة اللي استاذ احمد قال من شوية اسأل السؤال ماله علمنا قال لعبادات يبقى هنا خبر بما انه بدأ بفعل يبقى خبر جملة فعلية يبقى النوع التاني من انواع الخبر هتقول لي خبر جملة طب والخبر الجملة قدامي حل من اتنين يا اما خبر جملة اسمية يا اما خبر جملة فعلية بس في شرط من فضلك بقى بعد اذنك في شرط في الخبر ده قول لي ايه الشرط ها الشرط ان الجملة دي تحتوي على ضمير ها يعود على المبتدأ شرط الخبر الجملة ان يحتوي على ضمير يعود على المبتدأ حتى لو كان الضمير ده ضمير مستأتر اه علمنا هو الفاعل ضمير مستأتر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم طب ما تيجي نعرف بايا استاذ يا رب تفصيلي يلا هتعرفه معايا اه كله بيعرف معايا ان شاء الله الرسول مبتدأ مرفوعه علامة رفعيه الضم علامانة فعل ماضي مبني على الفاتح لاتصالي بين المفعولين يا استاذ معلش 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 عشان بقى في نقطة في فرق ما بين علامنا اه وعلمنا ايه ده بقى النقط فاكر الحلقة الماضية لما نطقنا برضو كازا حاجة كده ونطق لما اختلف اختلف الاعراب اختلف التشكيل اختلف المصدر اه انا عندي اتنين نا نا فاعل تسمى نا فاعلين احنا عملنا الفعل ونا مفعول تسمى نا مفعولين الفعل وقع عليها قال ليه طيب يبقى عندي نوعين لنا اما نا فاعل واما نا ايه مفعول قلنا لك ماشي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اما اجا اقول نحن معلمي قناتي السلام والرحمة علمنا الطلاب نحن معلمي قناتي السلام والرحمة علمنا الطلاب يبقى احنا اللي علمنا يبقى علم فعل الماضي مبني على السكون علمنا وانه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل طب اللي هنا بقى علمان ها رسول الله يبقى مع ضمائر الرفع ركز الله يبالك في عمرك مع ضمائر الرفع المضاء الماضي اما يبنى على السكون او يبنى على الضمع هو الجماعة اما مع ضمائر النصب هو مبنيه على الفاتح كأنه كده مش متصل بي حق بحيانا لو كان مجرد بيبنى على الفاتح وينا كمان لو في ضمير نصب زي علمنا علم ما طب لو ياء المتكلم علم ني طب لو الهاء علم هو طب لو كف الخطاب علم ك كل ده مبني على الفاتح هرجع للصبولة تاني هرجع تاني يبقى احنا فرقنا ما بيننا يبقى نال موجود لا لا سواني برضو يا استاذ معلش الله يبارك لك فصص شوية اكتر من كده هو علم ده مش من ضمن الافعال اللي بتنصب مفعول اين قال لي اه يبقى الفاعل ضمير مستطر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وانه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول والعبادات مفعول به ثاني ها منصوب علامة نصبه الكسرة حلو والجملة اه خلصت خلصت اه والجملة الايه يا استاذ بقى الفعلية مالها مش هي اللي رضت على السؤال ماله اه يبقى الخبر في محل رفع خبر المبتدأ الجملة الفعلية ها في محل رفع خبر المبتدأ قلنا زي الفل طب ايه رأيك لما نقولي المثال دا كمان الرسول صلى الله عليه وسلم انتم متصلوش عن نبي انا مش سامع بصراحة عليه الصلاة والسلام الرسول مثلا عظمته كبيرة الرسول ما قاله عظمته لا مش ماشية لازم اقولها على بعضها لازم اقوله الجملة كلها الرسول صلى الله سلم ما قاله عظمته كبيرة طب تعال بقى شكله كده جملة العظمة كبيرة اه ماشية دي دي جملة اسمية قال نعرف الرسول كلمة الرسول مبتدأ مرفوه علامة رفعي الضم عظمته دي جملة اسمية ايبقى نسميها مبتدأ ثاني مرفوه علامة رفعي الضم واي ضمير بيتصل بالاسم يبقى مضاف اليه يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه العظمة مالها كبيرة دي خبر المبتدأ الثاني مرفوه علامة رفعي الضم طب خلاص كده انت خلاص دي مبتدأ ومبتدأ تاني وخبر مبتدأ التاني لسه ما جبتش خبر المبتدأ الاول اه اه يبقى والجملة الايه ها الجملة الاسمية اه في محل رفع خبر المبتدأ الايه الاول اشمي انا عملت رقم في الجملة دي عشان انا عندي مبتدأ اين عندي مبتدأ اولان ومبتدأ تاني فلازم لما اقول الخبر ده الخبر المبتدأ التاني وبعدين اقول الخبر كله خبر المبتدأ الاول طب انا ما قلناش كده ليه عشان دي جملة فعلية هو مبتدأ واحد في الجملة طب خلاص ماشي كنا قلناها قبل كده لمحبي القرآن الكريم ومحبي اللغة العربية قلنا من لطائف المعارف في القرآن في تلت مبتدأات في صورة الكهف تاني في القرآن في تلت مبتدأات في صورة الكهف طب اسيب لك السؤال ده واجاوب عليه حلقة القادمة ان شاء الله الشغل بقى انت بقى فتش كده ايه ارى صورة الكهف كده وشوف في آية فيها تلت مبتدأات وعشان برضو احصر لك المكان في الحوار ما بين الرجلين اللي كان عنده جنة والفقير خلاص شوف بقى كده ثلاث مبتدأات وكل واحد كان ليه خبر هه مرجع تاني يقول لي بقى الخبر انت خدت خبر مفرد كلمة خبر جملة وانا قلت بقى للشباب والبنات من شوية لو انا لقيت مضاف اليه بعد الخبر ده مش معنى انه بقى خبر جملة لا عادي المضاف والمضاف اليه في حكم الكلمات الواحدة في حاجات كده في اللغة العربية كانها كلمة المصدر المؤول كانه كلمة المضاف والمضاف اليه بتقروا مع بعض كانهم كلمة ليه لانا مش هيجي المضاف غير مضاف اليه لازق في كده جاء رجل العلم بتقول رجل العلم العلم لازم تقل مع رجل وما يتوقفش عليها على رجل بس لا برضو الموصول والصلة بتاعته جملة الصلة التي لا محلم العرب بيتنطقوا مع بعض في حكم الكلمة الواحدة يبقى الحاجات دي كأنك بتقول كلمة مش هينفع اقول جاء اللازي اللازي ايه يا اكتهد بقى جملة الصلة مرتبطة بلسم موصول بتفسره اذا دي كلها كلمات وحيدة يبقى لما قولك محمد رجل العلم يبقى رجل ده خبر مفرد طيب كده نوع ايه نوعيس التالت قال لي عندي خبر شبه جملة اه تعالي بقى كده عالصبورة النوع التالت خبر شبه جملة شبه الجملة وايه يا استاذ قدامي حل من اتنين يا اما جار ومجرور يا اما ظرف يا اما جار ومجرور يا اما ظرف قلنا له ماشي اقول محمد في المسجد حلو اقول مثلا العصفور فوق الشجرة تعالى نعلم قال لي محمد ماله في المسجد في المسجد العصفور ماله فوق الشجرة قال لي محمد مبتدى مرفوع علامة رفعي الضم في حرف جر مبني للمحل من العرب المسجد اسم مجرور علامة جرير كسرة و شبه الجملة ماله استاذ في محل رفع خبر المبتدى محمد العصفور مبتدى مرفوع علامة رفعي الضم فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبي الفتحة او مفعول فيه لفنين صح الشجرة مضاف اليه مجرور علامة جرير كسرة وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدى شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدى قال لي اه طيب محمد في المسجد الخبر فين في المسجد لطلابنا الازاهرة وانا طبعا احنا اساس البرامج التعليمية بالنسبة اللغة العربية السنوال العامة وانا طبعا يعني بقرأ رسائل الطلبات لكن بصراحة يا دوبك احنا بنقفل السنة بمنهج السنوال عامة بالعافية فما فيش وقت لشرح المنهج الازهري لكن لما بيجينا حتة حلوة كده عند بتقول ازر بنقول احنا عندنا الجر ومجرور او الزرف اسمها شبه جملة شبه الجملة ضعيفة غلبانة كده لازم تتعلق بحاجة لازم تتعلق بحاجة اصل الجملة خلينا في الرأي الراجح العلماء قالوا مش يبه الجملة متعلق بكلمة مستقر لما قول محمد في المسجد يبقى اصلاه محمد مستقر في المسجد الكلام اللي بقوله ده بتوع التعليم العام حط اصبعك في قدانك دلوقتي الكلام ده مش عندك انت بكش ده وانت بس ده بيفيدك في حاجة واحدة انك تقتنع من جواك ان في المسجد دي خبر خلاص اه يبقى شبه جملة دايما بتتعلق بحاجة موجودة او محزوفة حسب خلاص يبقى هنا شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ مرجع بقى لطلبة التعليم العام وده الاساس ها بنقول تاني يبقى خبر مفرد خبر جملة خبر شبه جملة قالي طب ايه رأيك ما تيجي نتكلم عن المتنبي قول كده يا استاذ اقول لك المتنبي شاعر فارس كاتب اديب لا سواني بقى لا سواني المتنبي ماله شاعر ماله فارس ماله كاتب ماله اديب ايه ده هما دول كذا خبر ايوة كده بالتحديد ارجع للصبرة تاني في عندي معلومة بتقول لي تعدد تعدد الخبر لمبتدأ واحد تعدد الخبر بس المبتدأ واحد المتنبي ماله ماله شاعر ماله كاتب ماله اديب ماله فارس قال لي بقى وصش يا سيدي المتنبي شاعر خبر اول كاتب خبر تاني اديب خبر تالت فارس خبر رابع هتوصل لحد امتى يا استاذ لا ماليش عادة ده انا ممكن اوصل لالف خبر مشكلة خالص مليون ايه اللي يعجبك ايه اللي يعجبك طيب ركز معايا بقى طب انا قلت خبر ليه لان كلمة كاتب شاعر مرتبطة بالمتنبي كاتب مرتبطة بالمتنبي اديب مرتبطة بالمتنبي فارس مرتبطة بالمتنبي كده بقى رسمة بانيزة الفيزيو سيد محمد ده ها يبقى كل ده ايه كله مرتبط بالاولين طب بص المثال ده المتنبي شاعر عظيم اه لا بصراحة بصراحة كلمة عظيم دي مرتبطة بالشاعر اكثر انا عايزة بيين العظمة للشاعر لان انا حتى لو شيلت الخبر انا معرفتش المتنبي ده ايه اصلا ممكن يكون بياء البليلة لجنبين اه شاعر عظيم يبقى شاعر دي خبر وعظيم دي نعت للخبر لانها مرتبطتش بالمبتدأ نفسه اه خدت بالك من الفصلة ما فيش فصلة النقطة التانية استاذ طب لما تعدد الخبر هيجي واو عطف لا طبعا من اللي قلت المتنبي شاعر وكاتب وقديب وبقاس معطوف ما بقاش خبر اه يعني اصدقى يتعدد الخبر من غير ما نحط اي حرف عطف بالزبط كده اجمل مثال اللي دايما بنقوله اول من نسوح القاعدة دي محمد صلى الله عليه وسلم يلا صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الانبياء امام المرسلي سيد الخلق اجمعين قدوتنا اسوتنا اسوتنا قائدنا سيدنا حبيبنا متصلوا عليه بقى عليه الصلاة والسلام يا ده احنا لا ده انا ممكن ممكن اكمل حلقة كلها خبر عن الرسول على السلام بس يا استاذ انت حطيت كلمة بين شرطتين او جملة كاملة طبعا الكلمة دي مجاز مرسل يعني جملة بين شرطتين ها قال لي دي جملة اعتراضية يا رجل طب يعني ايه جملة اعتراضية متعرفش مين لك متعرفش صلى فعل ماضي مابنى على فتح المقدر الله الله رزي الجلالة فعل مرفوع علامة رفعية ضمة عليه جره مجرور وسلم جملة فعلية معطفة على صلى والجملة صلى لا محل من العرب اعتراضية طيب رسول خبر خاتم خبر امام خبر سيد خبر قدوتنا خبر اسوتنا خبر قائدنا سيدنا حبيبنا كل ده قال لي كل ده خبر اه كل ده خبر للمبتدأ الواحد لا استاذ بقى فيه نقطة معلش يعني معلش اه اه انت كل انت قلتوا ده خبر مفرد معنى كلامك ان الخبر لما يتعدد منه يبقى مفرد ميل قال كده اهو يا سيدي يشفع للموحدين اه ازواجه طاهرات كل ده عادي جدا من خبر نوع اي خبر في اعلى مكان في الجنة كل ده خبر للنبي عليه السلام يبقى عندي خبر بيتعدد لمبتدأ ايه واحد خبر بيتعدد لمبتدأ واحد يترى التعدد للمبتدأ الواحد كم نوع اي نوع يعجبك ممكن يجي خبر مفرد ممكن يجي خبر جملة ممكن يجي خبر شبه جملة اجمع مجموعة القواعد اللي انا قلتها دلوقتي القاعدة الاولى ان الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ خبر اهم ما في الجملة الاسمية اللي استاذ دايما بيقوله السؤال ماله هتسأل السؤال ماله اللي يجاوب على السؤال ماله ده الخبر بتاعنا الخبر ده نوعه ايه استاذ يا مفرد كلمة واحدة يا اما جملة سواء كانت جملة اسمية او جملة ها فعلية بس اشترطنا لها شرط ان لازم تحتوي على ايه تحتوي على ضمير يربطها بالمبتدأ او خبر شبه جملة وهو من الجروة المجرور او الظرف بينا في المرحلة التالية ان الخبر قد يتعدد لمبتدأ ايه واحد طب ما انواع الخبر حينما يتعدد اي نوع يتعدد لازلنا مع بعضين بهدوء ماشيين مع المبتدأ والايه والخبر عندي قاعدة تانية ندخل فيها دلوقتي وهي قاعدة تقديم الخبر على المبتدأ هنقدم الخبر على المبتدأ اما جوازا واما وجوبا اه تعالا بقى بالراحة خالص نمسح اللي فات طيب تقديم الخبر على المبتدأ ناخده سوا ان شاء الله بعد فاصل قصير ابقوا معنا السلام عليكم السلام عليكم ونحط لولكات رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بنتكلم سوا عن الجملة الاسمية بنتكلم عن المبتدأ عن الخبر عن انواع الخبر عن تقدم الخبر عن حزف الخبر حزف المبتدأ طيب تعالا نشوف الأول القواعد اللي عندنا في تقدم الخبر على المبتدأ طيب انا عندي اول ما بشوف الجملة الاسمية متشكلمة كده يعني اتغير طبعها طبيعي انها تبدأ باسم او تبدأ بضمير زي ما قلنا في الفاصل قبل الفاصل او تبدأ بمصدر ما اول انما لو بدأت بجاره مجرور يبقى لازم ما بقى متأكد وهي جملة اسمية مش فعلية وجملة اسمية ركزت كمان وبدأت بجاره مجرور يبقى كده الخبر جيه قدام بدأت بشبه جملة خبر جيه قدام طيب تعالا نشوف كده اما جاقول لحضرتك المثال ده في الجنة المؤمنون وممكن اقوله المؤمنون في الجنة ربنا اجعلنا وياكم منهم قلو امين في الجنة المؤمنون المؤمنون في الجنة قال لي فيه حرف جر مبني لها محلة من العرب الجنة اسمها جرور وعلامة جرية الكسرة الاتنين مع بعض شبه جملة في محل رافع خبر مقدم طب والمؤمنون قال لي لا دي مبتدأ مؤخر المؤمنون مبتدأ مؤخر مرفوع مرفوع وعلامة رافعية الواو حرف جر مجرور شبه جملة في محل رافع خبر المبتدأ ما قلناش مقدم ولا مؤخر اه يا استاذ يعني انت اصدك اللي هيتغير في الاعراب هيزيد كلمتين بس كلمة مقدم في الخبر ومؤخر في المبتدأ دول زاده قال لي دول زاده طيب لو مترتبة مبتدأ مرفوع وعلامة رافعية ضمه وشبه الجملة في محل رافع خبر المبتدأ طب ليه التقدم كده جائز براحتنا يعني قال لك بسبب واحد بص يا استاذ هو الخبر نوع ايه شبه جملة طب المبتدأ ناكل ولا معرفة معرفة هو ده السبب بقى هقول لان الخبر ها شبه جملة وال مبتدأ معرفة التقدم هنا ايه التقدم جائز براحتك تحط الخبر قدام تحط المبتدأ قدام اللي يعجبك انت في التقديم والتأخير قال لي طيب تعال بقى الحالات للحالات مش حالة بقى الوجوب وطبع احنا نقول الحالات اللي عند الطلبة بس ها جاول في الجنة نفس المثال اهو عشان نعمل مقارنة مؤمنون ها ها ايه الفرق ما بين الحالة دي والحالة الجواز اه لا ده فيه فرق كبير ايه ده الخبر ينشي بجملة ايوة بس المبتدأ ناكرة وصعب جدا ان انا اديك خبر عن كلمة ناكرة انت مش عارفها صعب قوي ان انا اديك خبر عن كلمة ناكرة انت مش عارفها الا طبعا بشروط معينة وده الكلام ده مش عندنا احنا انما اقول هم مؤمنون في الجنة هم مين اه لا مش هتنفع يبقى ممكن نقول السبب يا استاذ ممكن نقول السبب اول سبب ايه عندنا في الحالة دي لما يبقى الخبر برضو شبه جملة عادي بس المبتدأ مع ناكرة اسف والمبتدأ ناكرة ساعتها يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا قال لي طيب ايه رأيك في المثال اللي جيدة بقى اين الكتاب واحد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة انا اجا اقول اين الكتاب طيب قال لي اين اعرفها الدقيق الدقيق ان انا اقول اين اسم استفهام مبني في محل نص بظرف وبعدين وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم متى نفس الكلام بس طبعا اين ظرف المكان ومتى ظرف الزمان الكتاب مبتدأ مؤخر مرفوع على مطفية الضم قال لي اه انت عمرك سمعت في اللغة العربية الفصحة عمرك سمعت اداة الاستفهام بتيجي رقم اتنين عمرك سمعت في اللغة الفصحة اه في اللغة الفصحة تاني مش اللغة العامية القاهرية وبتاعت واجه بحري على واجه التحديد اللغة الفصحة عمرنا ما اسمعنا واحد بيقول الساعة متى عمرنا ما اسمعنا واحد بيقول كتاب اين طب ليه انا حددت اصبع بعض الناس من كتر ما الكلام العام شائع بيقس اللغة العربية عليه فقول لي يا استاذ ما احنا منقول الكتاب فين الساعة امتى واحد بيسألني في الطريق الساعة كام لا طبعا دي عمية وانا بحد ده اقول عمية القاهرية واجه بحري اخواتنا الساعة ايضا محافظين على اللغة وين الكتاب اه الكتاب وقال لي وين ابدأ بأدات الاستفان دايما يا راجل ده حتى اللغات الاجنبية يا راجل ما الستاذ بسم بيعلمك كده وقولك حط وير في الاول وحط كده ادات الاستفان في الاول يبقى مفيش حاسمها ادات الاستفان تجي في قصة الجملة في اخر الجملة لا احنا نجيب ادات الاستفان في اول كلمة واحد يرد عليها رد مقنع يقول يا استاذ طب انت استاذ وعارف ان اين دي خبر انا كطالب هعرف منين ان اين خبر انا هعرف منين ان اين اللي قدامي دي خبر اقولك صح عشان تعري بادات الاستفان هالجاوب اجابك شاملة كاملة وتاخد موقع الاجابة تدي للأداء تعال نجرب تعال نجرب اين الكتاب عشان اعرف الكتاب واعرف اين اجاوب اقول الكتاب مثلا في المكتبة شبه الجملة ده الخبر واين بتسأل عن الخبر يبقى اين تاخد محل رب الخبر طب متى الساعة الساعة لا يعلمها الا الله الساعة لا يعلمها الا الله الجملة دي خبر يبقى متى اللي تسأل عن الجملة دي يبقى متى خبر زيها اه يعني عرفت اين الكتاب ان اين دي خبر بناء على الاجابة طبعا طيب انا بقى عايز اقول له هو جاب لي استخرج خبرا مقدما وجوبا هطلع له اين هطلع له مات طب اقول السبب ايه السبب هقول الخبر من الاسماء التي لها الصدارة في الكلام او عايز تقول الخبر اسم استفاهم لو الصدارة في الكلام ماشي يبادل الحالة التانية من حالات التقدم الواجب الحالات التالت بص يا سيد قال لي في المدرسة شبابها عند المدير اخوه تعال كده نجرب هي عم المبتدأ بعد اذنك تحطه قدام شبابها في المدرسة هي مين معرفش طب حط اخوه عنده المدير هو مين ده معرفش اه يبادلما جينا نقدم ما نفعيش وحدي يقول لي ايه السبب يا استاذ يا استاذ مش ده بعد اذنك يعني المعرف بالاضافة فانت لسه قال من شوية معرفة لا استنى 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 بالراح وده فعلا معرف بالاضافة بس المشكلة انه مضاف الى ضمير والضمير ده عاملنا ازمة هو الازمة في الضمير ايه بقى الضمير اللي قدام حضرتك ده بيعود على كلمة المدرسة طب والمدرسة ليست كل الخبر انما هي جزء انا عندي لو حبيتنا عداء بالارقام الخبر مكون من كلمة في وكلمة المدرسة جزء ايه ايه والخبر اللي تحت كلمة عند وكلمة المدير جزء ايه ايه الضمير اللي قدام حضرتك بيعود على كلمة ايه على المدرسة طب هالي المدرسة دي الخبر كله ولا جزء منه لا جزء منه عشان كده سر التقدم واجب هقوله كده القعدة رقم تلاتة هقوله لان في المبتدأ ايه ضمير ماله يعود ها على بعض او جزء من الخبر في المبتدأ ضمير يعود على بعض جزء الخبر ها عندنا كلمة الهاء اللي موجودة دي تعود على المدير اللي هي جزء من الخبر كله مش الخبر جزء من الخبر مش الخبر كله يبقى هنا في المبتدأ ضمير يعود على ايه جزء من الخبر او على بعض الخبر يبقى عند حضرتك ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان الخبر بجملة والمبتدأ نكرة هنمشي مع بعض بالترتيب ومصورنا ومخرجنا الحبيبة هيمشي معنا اول حاجة تاني اما يبقى الخبر بجملة والمبتدأ نكرة يبقى التقدم واجب هننزل للحالة التانية بيدو لما يبقى الخبر اسم استفهام لو صدارة في الكلام الحالة التالتة لما يبقى في المبتدأ ضمير يعودوا على بعض الخبر قال لي طيب ده بالنسبة لتقدم الخبر عن مبتدأ طب ما تيجي نحزف عم الخبر ده بقى بقولك يا خبر احنا عايزين نحزف حزف الخبر وجوبا اجباري هنشل الخبر بقى خالص لا وخلي بالك بقى خلي بالك من كلمة وجوبا وجوازا جوازا اللي هو براحطنا بقى عايز تحزف براحتك بقى وده كلام الطبيعي اللي احنا بنسميه جذب الحز ما عليش حتة بلغة حلوة يعني التقديم الواجب في الخبر ما بيبقاش اسلوب قصر التقديم الواجب لان الشاعر او الكاتب النثري قدم غزبا عنه يبقى ده اسمه تقديم نحوي مش تقديم بلاغي والحزف الواجب في الخبر مش اجاز بالحزف ده انه ده برضو حزف نحوي مش حزف بلاغي طب انت عايز تأذب بقى بمزاجك برحتك بقى ما ترتبطش بقاعدة بقى بعد اذنك هو مين مع حضرتك في البيت هيقول لي والدتي اه والدتي معي طب عمل ايه حزف الخبر طيب اين ابوك في العمل هو هنا حزف المبتدأ افوض ابي في العمل يبقى ممكن حزف بالنبن بعض كده جوازا والحزف اللي مش مرتبط بقاعدة في النحو بنولقي جذب الحزف في البلاغة بقى زي ايه زي حزف المبتدأ الكتير ايه بقى اللي موجود في نص غربة وحنين مستطار اذا البواخر رنت قلبي مستطار راهب في الضلوع للصفن فطن قلبي راهب زي المحزفات اللي موجودة تلات مبتدأات اللي موجودة في نص المساء فوق بعض لما قال لي مثلا متفرد بصوابتي انا متفرد شاكن الى البحر انا شاكن ثاون على صخر انا ثاون كل ده اجاز بحزف الايه بحزف المبتدأ بس ده ايه حزف بلاغي جوازا بقى يعني الشعر بمزاجه ولا حازف هو راجل عايز يجيب الخبر يهتم بيه ويركز عليه فشال المبتدأ ده اسمه ايه حزف جائز يبقى معلومة معلش ربطنا النحو بالبلاغة لان النحو خدام كل الفروة الحزف الواجب اللي انا هقوله دلوقتي كقعدة ما يتقلش في البلاغة لو انا لقيت البيت الشعري في اي قعدة من دول مش هقول ايه جاز بالحزف خلاص يعني انا قلت يا استاذ ما تعديش يعني ماشي بس انا بقولك الافضل ما تقولش طيب ارجع بقى لحزف الخبر حزف الخبر بصورة واجبة يجي يقول لي ايبا لولا الله مهتدينا دي مقولة اعتقد لعبدالله ابن روحة والله لولا الله مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اه كان قالها في غازة مؤتد والله لولا الله قال لي الله اسم الجلالة يتعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة والخبر محزوف وجوبا تقديره موجود اه الخبر محزوف وجوبا تقديره موجود لو لا العلم لا انتشر الجهل اه لو لا العلم موجود يبقى هنا طب انا لو قال لي قعدة ايه هقول له القعدة رقم واحد في حزف الخبر وجوبا اذا وقع المبتدأ بعد لولا الخبر محزوف تقديره اهو ايه ده يا استاذ يعني موجود دي سبت الكل اه بس برضو بقى الله يبرك لك يعني لولا البلاغة لا ضاعت النصوص فقول لي الخبر محزوف تقديره موجود يا استاذ ما تجيب موجود دي تتشكل حسب المبتدأ يعني انت اصدق ان انا بقى انسها واجمعها طبعا هي موجود لو المقفل المذكر يبقى لولا البلاغة موجودة لولا الامهات لفقدنا الحنان لولا الامهات موجودات يبقى كده لولا الاباء ولا تهتم الاولاد لولا الاباء موجودون يبقى اصدق يا استاذ ان هو موجود عشان ما حاش بس ايه اصدق يا غزني اول اللي حفظ مش فاهم هو الاستاذ قال تقديره موجود يبقى موجود مش اغير البلاغة موجود الامهات موجود انتوا بقى تتغيروا المثال انا مش اغير موجود دي لا باشي احنا مش كده خالص احنا بنقولك كلمة هي التقدير موجود بس ممكن بقى لو انا غيرت المثال هتغير انت بقى موجود دي تقنسة وتسنيها وكلام قال لي طب ماشي اتفقنا الحمد لله قال تبدأ بالنسبة لو اول حالة اذا وقع المبتدأ بعد الاولة حالة التانية اجا اقول لحضرتك الفلاح وفأسه المعلم وشرحه الحاجات دي تيجي بقى ايه كعناوين الفلاح مبتدأ مرفوع علامة رفقية الضم الظاهرة الوقت حرف عطف الفأس معطوف مرفوع علامة طفع الضم والهاء لسا ايلينا من شوية ضمان منتصل بالاس يبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه المعلم وشرحه نفس الكلام المعلم مبتدأ مرفوعه علامة عطفية الضم الواو حرف عطف شرح معطوف مرفوع علامة عطفية الضم والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه طف في الخبر يا استاذ قال لي في الحالتين الخبر محزوف وجوبا تقديره متلازمان او مقترينان انا استاذ ملاحظ حاجة بصراحة يعني ان انت وانت بتعطف ان انت بتعطف بين حاجتين فعلا متلازمين ان دايما الفلاح مع الفأس ودايما المعلم بيشرح والطالب والقلم قصح عشان كده قالوا الواو دي واو عط لكن ليها معنى كده تسمى تفيد المصاحبة واو عط تفيد المصاحبة يبقى الحالة رقم اتنين اذا عطف على المبتدأ بواو المصاحبة بص بيتحك في البيت عشان الاستاذ قالوا واو نحن عشان بنسوح بالعمية فانت متعود على واو انها ما في القرآن واو واو فتحة واو مش واو طيب اذا عطف على المبتدأ بيواو بيواو المصاحبة يعني ايه المصاحبة فاكر مراعاة النظير اه فاكرها كل حاجتين ملازمين بعض هم دول بقى او المصاحبة حاجتين ملازمين لبعض عشان كده حتى الخبر تقديره ايه متلازم طيب ماش قال لي رقم ثلاث يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل بيقول لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون الآية لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون يا سلام انا يعني الان دي عجباني اوي في القسم ده كلمة عمر دي مبتدأ فين الخبر طبعا الكاف مضاف اليه واللم دي لم القسم يعني بيجهز القسم او لم القسم يا سلز ماشي لم القسم لا محلم لا رب ولا تأثير لا قال الخبر محزوف تقديره قسم اصل الجملة لعمرك قسم طب انا حزفت الخبر ليه قال اذا جاء المبتدأ قسم صريح اول ما يجي المبتدأ قسم صريح يعني ايه قسم صريح يعني كلمة لا تستعمل الا في القسم هو انا لما باجي اتكلم بكلام عادي اسأل اي واحد كده حتى وله باللغة العربية ما عمرك ها العمر تضم لأين لكن اول اول ما تيجي تحلف اول ما تيجي تحلف تقول لعمرك من جميل بلاغة الاية هذا قسم من رب العالمين ودايما بنقول القعدة البلاغية الدينية الانتنين مرتوضين بعض النحوية اسلوب القسم انا كعبد لا احلف الا بالرب سبحانه وتعالى او بصفة من صفات الرب يعني انا باحلفش غير بربنا سبحانه وتعالى والله رب الكعبة والذي خلق الكون وربنا كده للا العبد والانسان يحلف باعظم ما لديه وانا لا اعظم عندي الا يعني لا يوجد شيء اعظم من الله سبحانه وتعالى عز وجل طيب اما يجي بقى الرب سبحانه وتعالى يقسم عشان ربنا في القرآن قسم متنوع والليل اذا سجد والضحى قسم بالفجر والفجر ولايال عشر اه انا دايما اقول المعلومة دي وامسك الكتاب بتاعي او امسك المذكرة واقول للطلاب اقول لهم ايه الملزمة دي قوية اوي جميل اوي شرحها واضح لما بوصف الملزمة هذا ليس وصف ليس وصفا للملزمة انما وصف للعملها انا مش بمدح الملزمة انا بمدح العمل الملزمة ولله المسأل اعلى فربنا سبحانه وتعالى عندما يقسم بمخلوقاتي فهو يعظم من خلق هذه المخلوقات يعظم نفسه تعالى بقى خد الاية الاخيرة دي لعمرك ربنا يقسم بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم الله شفت ربنا غالي عند النبي ازاي استغفر الله الاتنين صح جملة صح دي برضو شفت النبي غالي عند ربنا ازاي وبرضو ربنا صحة تعالى غالي على قلب النبي على الصلاة شفت شفت عظمة المكانة عظمة مكانة الرسول على الصلاة ان ربنا يقسم بحياته لعمرك المثل كده وحياتك انهم لفي سكرتهم يعمهون الله لم يحلف بحياة احد الا النبي صلى اه لعمرك الخبر فين تقدير قسم طب ايه الحز عشان المبتدأ قسم صليح كلماته لا تستعمل الا للقسم احنا هنا نعرض بقى الفضل الله ونعمته في حلقة اليوم تنولنا تنولنا المبتدأ وانواع الخبر وتعدد الخبر وتقدم الخبر ما بين الجواز والوجوب وحزف الخبر هو المبتدأ ما بتحزفش بيتحزف بس وقت الحلقة قارب على الانتهاء يعني مش هنلحق نشوح حزف المبتدأ وده ان شاء الله بيكون في حلقة تالية باذن الله بنشوح حزف المبتدأ وبنضم معه بداية النواسخ ونشرحها سوى باذن الله ونقول الأفكار بتاعتنا وأفكار الامتحانات اللي موجودة والأسئلة الكتيرة اللي حضرتك بتسألها بكررتين لو حضرتك عندك أي سؤال بإمكانك إن شاء الله ترسله على الصفحة الرسمية بتاعتنا صفحة الأستاذ أحمد منصور عايز أي طلب أي سؤال أي شيء تشرح إن شاء الله بتبدأ ترسله معنا بفضل الله ونامته بنبدأ نحط أسئلة للطلاب والناس تجاوب معنا إن شاء الله ببعامين ربنا وفاكم الناس اللي بتسأللي عن سؤال الحلقة قديني رجعتلك النهار ده سؤال الحلقة أعيدوا على آذانكم مرة ثانية قلت في سورة الكهفي في ثلاث مبتدئات في الحوار ما بين الرجلين صاحب الجنة والفقير عندنا ثلاث مبتدئات يا طار ايه التلاتة وإيه الأخبار بتاعتهم ده اللي نعرفه إن شاء الله في بداية حلقتنا القادمة جزاكم الله خيرا وإلى لقاء على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته